اليمن يعيش اسوأ ازمات الجوع في العالم تصريح خطير ومأساوي لمنظمة الامم المتحدة يوصف الازمة الانسانية في البلد الا ان تصريح ورغم دلالاته الكارثية ما زال اقل بكثير من معاناة الواقع ما يقارب 17 مليون انسان يعيشون على حافة المجاعة ان لم تكن قد ابتلعت الكثير منهم البيان المشترك الذي اصدره كل من برنامج الغداء العالمي ومنظمتي الفاو واليونسيف قال ان انعدام الامن الغذاء يهدد ثلثي السكان بخطر الجوع معتبرا انه في حال عدم تقديم دعم انساني اضافي فستواجه محافظة تعز والحديدة حيث يقطن ربع سكان اليمن تقريبا خطر الجوع المحدق وبينما تلتف المجاعة حول اعناق اليمنيين وبالاخص في المحافظتين سالفة الذكر تواصل الميليشيا فرض حصارها على السكان لتترك المجتمع الدولي امام خيارين اما الاذعان لحل وفق متطلباتها او الحكم بالموت جوعا على الالاف وما بين الخيارين يلتزم المواطن اليمني الصمت في معاناته في صورة يقول البعض عنها انها عزة النفس اهم صفات الانسان في هذا البلد المنكوب ولكن عزة النفس في مواجهة جماعة بلا ضمير والاعتبارات انسانية تصبح معادلة مميتة وذلك ما يحدث بالضبط في اليمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة